تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة منح جلالته جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو فيما يلي نص البرقية صاحب الجلالة الأخ العزيز الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا نعرب لجلالتكم عن خالص التهنئة بمناسبة منح جلالتكم جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية والصناع اليونيدو تقديرا لجهود مملكة البحرين التنموية ونجاح النموذج البحريني في زيادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديا وذلك في الاحتفالية التي أقامتها المنظمة بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسها في مدينة فيينا مشاركين جلالتكم طيب المشاعر بهذه المناسبة السعيدة مع أطيب تمنياتنا لجلالتكم بموفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة والشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة وتقبلوا جلالتكم خالص التقدير صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت